مجلس الشورى أسرة المتوفى كما بحث المجلس مشروع قانون بشأن تخصيص نسبة 50% من سواحل الجزر الاستثمارية كسواحل عامة حيث أكد عدد من عضاء المجلس أن الأهداف المرجوة من مشروع القانون متحققة على أرض الواقع من خلال المرسوم بقانون رقم 36 لسنة 2016 وقرر المجلس التمسك برأيه السابق بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون كما قرر المجلس الموافقة من حيث المبدأ والدباجة على مشروع قانون بتعديل المادة ثلاثة من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1976 مجلس الشورى اليوم استعرض وناقش مشروع مهم ويتعلق هو في الواقع مقترح قانون من الأخوان في مجلس النوار يتعلق بتخصيص اقتراح بتخصيص نسبة 50% من سواحل الجزر الاستثمارية للجمهور هذا المقترح بقانون حيث أنه معروض على مجلس الشورى للمرة الثانية لا يستطيع المجلس ولا اللجنة أساساً أن تبدي عليه أي تعديلات طبعاً مجلس الشورى ناقش هذا المشروع للمرة الثانية والمشروع كما رأته اللجنة أنه يعتريه كثير من المشاكل أولها عوار دستوري أو شبهة عدم دستوري تم اليوم مناقشة التعديل الذي أدخل على المادة رقم ثلاثة بقانون التأمين الاجتماعي المتعلق بمد مضلة الحماية الاجتماعية إلى أفراد أصحاب أو إلى أصحاب الأعمال وذلك لحمايتهم من الحاجة إلى يعني توبيف أو تدريب يكون لديهم المأسسات التي يثقون بها وهي يعني عندهم إصرار كبير أن يلتحقون بهذه المأسسة لسمعتها وكذلك هما يعني باحثين عن عمل ويعتبرون عاطلين ليس لديهم عمل في القطاع الخاص أو العام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر